مانيلي السويسي رئيس الجامعة التونسية للنويد السينما مهرجي بعيونيهن في دورته الثالثة من 11 إلى 15 أكتوبر في مركز الثقافي الدولي بالحمامات المهرجين فيه عروض سينمائية 35 فيلم، أفلام قصيرة وطويلة فيما الأفلام فيكشون، دوكيمونتير، الإكسبريمونتال بشيكون العروض فيه مركز الثقافي الدولي بالحمامات وفي نيبل في إسباس جيلين في المدينة العربية مع هذا الكل فيما إقامة فانية كتابة السيناريو اللي هي تبدأ نهار 9 أكتوبر مع المؤطر المخرج بيسل رامسيس بشيكونوا حاضرين مخرجية شايبيت للكتابة اللي كتابة السيناريو الاشتغال عليهم هما أفلام قصيرة وبشيكونوا من بلدين مختلفة من تونس ومن بلدين أخرى من العربية مع هذا الكل فيما فوكوس الأرجنتين سنين اختارنا الأرجنتين وسنين ما متاحة اللي هي قاعدة تعيش في حركية كبيرة بشيكون عرض لزوز أفلام طويلة وزوز أفلام قصيرة الطاولة مستديرة نهار تلتنين اللي هي مهمة برشة بالنسبة لنحنا على الخطر تطرح مسألة وجود مهرجان السينما بشيكون مع ديغوب خيزانطان طمتع مهرجان السينما الموجودة في المنطقة كيما مهرجان سالة في المغرب مهرجان القاهرة لفيلم المرأة مهرجان بيروت ومهرجان سينما وأدب المرأة في الجزائر مش نحكيوا عليها على مسألة المهرجانات أهميتها في المشهد الثقافي هل لازم ندعم مهرجانات المرأة؟ الفاساس المهرجان هو أساساً هي منصة لعرض الأفلام اللي تنتجها ولا تخرجها للمرأة أحنا في نهاية الأفلام ما هيش تحكي بضرورة عن مرأة هي تحكي عن مواضيع مختلفة نجمو الحب الحرب غيرها لكن بعيون المرأة يقسموا بعيونهم يظهر المهرجان بحاجة لدعم أكبر دعم وزارة الثقافة دعم المركز الوطني للسينما والصورة الناس المشتغلين بالسينما الأكثر دي بارتونير والي هو قاعد يخدم فيه لكن مزيل أكثر عنا ما نخدمه أكثر مونيت رابلسي رئيس الجامعية تونسي الإعليم بديل وشريك مهرجان بعيوني هنا في دورة الثالثة أحنا كشركاء من خلال مشروع هير فيلم فيلم وها المواول من طرف اليونسكو نقوم المشروع أساساً هو الهدف متاعه تعزيز حضور السينمائيات في المنطقة المشرق والمغرب العربية من خلال تكافر بالتذاكر وإقامة قرابة 30 مخرجة كانت عنا شركات مع مهرجان أفليم بارساي مهرجان سلاة بالمغرب مهرجان دقائة سينمائية بجاية مهرجان كرامة بالأردن وفي تونس مهرجان بعيوني هنا اللي فيه نحاول أن نتكافروا بإقامة سبعة مخرجات من لبنان من جزائر من المغرب من الأردن من مصر ويكونوا حاضرين والنظم تيحيي المشروع بتاعنا يهدف أساساً لهذا التدعيم وكذلك عنا جائزة سلمنية في مهرجان سلاة بالمغرب للفيلم التائز بالعمل على السورة النماتية والجندرة وكذلك قمنا بملتقى إقليمي حول تعزز هذا الحظور السلمائية سيكون المشروع شهر متواصل في 2020 وتكون زاد الشراكة متواصلة مع مهرجان بعيوني هنا في دورته القادمة ترجمة نانسي قنقر